مساء الفلية دا كاترتنا ويا رب تكونوا بخير بنكمل كلامنا النهاردة وبنتكلم في حصة جديدة عن الانسولين هرمون هرمون الانسولين عايزك بقى تصحى معايا في الحصة دي وتديني تركيز غير عادي علشان هنفرم فيها الانسولين هنبدأ نتكلم عن التركيب الكيميائي للانسولين وازاي الانسولين بيشتغل وطريقته في خفض مستوى السكر في الدم سلم الله وابدأ ركز بقى معايا في الحصة دي بسم الله الرحمن الرحيم اول معلومة عايزك تعرفها عن الانسولين هو شكل الانسولين دا كده شكل الانسولين يا ولاد فيه كم حمضة اميني الانسولين يقولك ان الانسولين يحتوي على 51 حمضة اميني اهم دي كده الاحماض الاميني لو عدتهم هلعدهم مع بعض دلوقتي هتلاقيهم 51 امينو اسر عشان كده في تعريف الانسولين قال ايه قال انه بولي ببطايل يعني يا دكتور يا ولاد كلمة بولي يعني عديد ومش عيب ان انت تترجم ببطايل يعني احماض امينية عديد الاحماض الامينية وفيه فرق ما بين أقولك بيبطايد يعني حمضة أميني وبيبطايد بوند بوند يعني رابطة رابطة بيبطايدية بتبقى ما بينهم بس أنا هنا طالما فيه أحماض أمينية كتير فسميته بولي بيبطايد عديد البيبطايد كم حمضة أميني يا دكتور 51 أمينو أسر هذه الأحماض الأمينية لما جيت أبص لقيتهم مترتبين في سلسلتين two chains سلسلة على الشمال بالمنظر ده اسمها a وفيه ناس تقولك لا نسميها alpha لأ أنا بقولك كل المصطلحات وسلسلة على اليمين بالمنظر ده اسمها b أو beta مش هنخسر بعض طيب يا عم الدكتور عدد الأحماض الأمينية في كل سلسلة كم يقولك عدد الأحماض الأمينية في السلسلة a أو alpha أصلا على الشمال ده 21 أمينو أسر 21 أمينو أسر دكتور بصراحة أنا مش مسدقة ليه عم الماء يتكذب الغطاس عد معي عدد الأمينو أسر رقم وفيها 30 أمينو أسر دكتور انا مش مصدق عد انتبقى انا مش قادر عد المهم يبقى انا دلوقتي عارفنا ان هي بتتكون من two chains سلسلة اسمها A او alpha سلسلة اسمها B او beta السلسلة A قولي يا دكتور فيها كم أمينو أسد فيها واحد وعشرين أمينو أسد ايه اختصار أمينو أسد يبقى السلسلة بيتا فيها تلاتين أمينو أسد حلو او الكلام ده يا عم الدكتور هل هذه السلاسل حرة free ولا مسكين مع بعضهم انا عايزك انت لتفكر وتقول انا بجيب لك رسمة بتضرب الف كلمة السلسلة دي والسلسلة دي كل واحدة لوحدها ولا مسكين مع بعض لها مسكين مع بعض ازاي يا دكتور بص كلا يا حبيبي هنا لو رحزت هده السلسلة ايه وده السلسلة B بينهم رابطة اهي شوفت الرابطة اللي بنقول الأحمر دي وبينهم رابطة اهي هذه الرابطة بيسموها انتر اتشين بيسموها ايه انتر اتشين يعني كلمة انتر اتشين يعني بين سلسلتين مختلفتين ايوا فعلا واحدة بين السلسلة ايه واحدة بين السلسلة B دي رابطة اللي بنك لسه مقولت لكش اسمها لسه اقول لك اسمها دلوقتي حالا حالا يبقى فيه رابطة ايه واحد اسمها انتر اتشين وواحد اسمها انتر اتشين خير طب لما جيت ابص يا دكتور برضو النحية دي معلش يعني انا معاك اههم لقيت ان فيه رابطة اتكونت هنا لها بس ما بين حمضة امينة في السلسلة ايه و حمضة امينة في السلسلة ايه برضو أو dicho دا رابطة دي بوند بتربط حمضة امينة في السلسلة ايه مع حمضة امينة في السلسلة ايه برضو يبقى تسمي الرابطة دي انترا الكنت يبقى انتراتشين يعني في نفس السلسلة إنما انتر يعني مختلفتين يا سلام عليكم انت فاهم كده وبتكتب وراي الملحوظات الحلوة دي هذه الروابط بتربط الكابريت مع الكابريت بتربط الكابريت مع الكابريت كابريت يعني صالفر وكابريت يعني صالفر فبتربط صالفر مع صالفر فبسموها ضاي صالفر بريتج ضاي يعني اتنين وصالفر يعني كابريت يبقى بتربط كابريت هنا مع كابريت هنا دكتور بصراحة عايزة افهم الرابط دي بتتكون ازاي بالتقصيل بما يرضى الله اقول لك مع ابراهيم الحسين الموضوع سهل يا ولاد بيكون عندك حمضة امينة هنا كده في سلسلة هذا الحمضة الامينة اسمه سستايين وركز في الاسبينج بتاعه سستايين في حرف الاي يخرج منه مجموعة كابريت اسمها SH وعندي حمضة امينة برضو الناحية دي اسمه سستايين ويخرج منه مجموعة كابريت الناحية دي SH يبقى ده في سلسلة ده كده في السلسلة وده كده في السلسلة التانية يقولك يحصل ايه ناخد الهايدروجينة دي مع الهايدروجينة دي ونربط الكابريت مع الكابريت يبقى انت دلوقتي ربطت S مع S فيسموها ضاي سالفاير الرابطة اللي كانت ما بين اتنين كابريت اقولك على حاجة بقى المركب اللي طلع ده كله شوفت بقى لما اتنين سستايين يمسكهم مع بعض يجوز ان احنا نسميهم سستن ما فيهاش ايه سستن اسمها ايه سستن على طول يبقى سستايين طول مع سستايين طول يديك سستن والربطة اللي في النصة اسمها وارسمها عندك المهم يا عم الدكتور انا حريص ان انا فهمك كل كلمة وكل حرفة عندك عشان تبقى فاهم ما تحفظش وخلاص احنا مادة فهمة قبل ما تبقى مادة حفظ المهم انت هتتكلم الاول عن ما بين السلسلة دي وما بين السلسلة دي يقولك ما بين الحمض الامين رقم سبعة في السلسلة ايه والحمض الامين رقم سبعة في السلسلة بي اه سبعة هنا وسبعة هنا فقالك ما بين ايه سبعة ايه سيفن وبي سيفن طب التانية ما بين الحمض الأميني رقم 20 في السلسلة ايه فقوله ايه 20 ايه 20 والحمض الأميني رقم كم بقى هل خدنا اللي قصده على طول لا خدنا واحد اقل منه النحية ده يبقى ده 20 يبقى اللي قصد منه 20 لا انا هاخد اللي تحته 19 يبقى ايه 19 يا سوري بي 19 بي 19 طاله مع السلسلة التانية يبقى بي 19 واخد بالك من حاجة حمضة أميني من السلسلة ايه مع حمضة أميني من السلسلة بي فسمتها انتر اتشي تعالى بقى يا دكتور الرابطة دي دي كده ما بين حمضة أميني على السلسلة دي وحمضة أميني على نفس السلسلة ما بين العمينو أسد رقم 6 فسمتها ما بين العمينو أسد ايه 6 وعمينو أسد ايه 11 اهو ايه مع ايه بص ايه؟ مع ايه؟ حمضة اميني من السلسلة ايه؟ مع حمضة اميني من السلسلة ايه؟ فيسميها انترا رابطة ما بين نفس السلسلة في نفس السلسلة ده كده انت عرفت التركيب الكيميائي بتاع الانسولين لا ينقصك فيه حرف واحد اقسم بالله كده انت تقدر تقفل اي سؤال ميسيكو في الجزئيه دي بعد كده اكلمك عن عملية تصنيع الانسولين ازاي الانسولين بيتصنعها؟ يقول لك الإنسولين أول لما بيتصنع في الأول خالص بيبقى حاجة كبيرة وملهاش لازمة مش شغالة بيبقى اسمها يا دكتور باسمها بري برو إنسولين كمان مرة بري برو إنسولين قبل قبل الإنسولين تركيبها الكيميائي بص كده أهي ده كده المنظر بتاعه ده كده البري برو إنسولين ده عنده حتة هنا بالمنظر كده زيدة بالمنظر ده اسمها السيجنال سيكوانس دي المسؤولة عنها اللي هي التوجيه الإنسولين لما كان تصنيعه سيجنال سيكوانس بالمنظر ده أول حاجة أحملها أن أنا هشيل هذا السيجنال سيكوانس خالص بص أصبح الإنسولين قلعت طائعا فهسميه دلوقتي إيه برو إنسولين يبقى أول خطوة عندي إن أنا هحول لبري برو إنسولين إلى برو إنسولين إزاي؟ هشيل يا دكتور شلت حتة اسمها يا أولاد السيجنال سيكوانس دي الحتة اللي أنا شلتها وبعدين يا عم الدكتور وبعدين؟ وبعدين يا أولاد ترجع بقى تكون الرابط بصقص للسلسلة الإنسولين إنه هادي السلسلة إيه؟ والسلسلة بي خلي بالك جبت الإيه المرادة النحية دي والبي شمال أو واضحة يعني الإيه الصغيرة والبي الكبيرة أما ما تبقاش تبقى حافظ على طول كده إنت ألمح الإيه الصغيرة والبي الكبير أبدأ إن أنا أكون ما بينهم الرابط اللي في النص اللي سميناها الضيسالفايد بريتج وإنت لك بتتكون إزاي؟ أول لما أتكون هذه الرابط حل؟ يروح الجزء يبقى نهون يروح الجزء إلى منفصل الأزرق ده شفت الجزء الأزرق ده يخلع يبقى لوحده ما خلاص أنت جمدت الأتنين الأصفر اللي في النص دول جمدتهم مع بعض لزقتهم مع بعض لزقوا مع بعضهم هم؟ والجزء الأزرق ده خلع واخد شكل حرف إيه؟ السي ولا الإل ولا الإم ولا البي واخد شكل حرف السي بس مقلوبة ناحية الشمال مش مشكلة هو شبه حرف السي فيسموه السي ببطايد السي ببطايد ويطلق عليه كلمة ببطايد لأن عدد الأحماض الأمينية فيه قليل مش كتير بس يبقى أنا كده حولت طلع عندي إنسولين أهو بس كنت الأول بري برو إنسولين شلت السيجنال سيكونس أصبح اسمي برو إنسولين شلت السي ببطايد وحطت رابط في النص كده ما بين السلسلة إيه والسلسلة بيه قال لبقى أنت كده كونت إنسولين خلص على كده الكلام ده يبقى البرو إنسولين هيبدأ أن هو يكون دي صالفايد بولد روابط في النص وكليفج يعني إنقسام كلمة كليفج يعني إنقسام وينقسم إلى إنسولين أند سي ببطايد إنسولين أن السي ببطايد إيه حوار بقى عم السي ببطايد ده؟ أنا هقولك على حاجة لو جسمك صنع واحد إنسولين بيصنع قصاد منه واحد سي ببطايد على طول إنسولين وهذا مؤشر على إن البنكرياس شغال ولا مش شغال لأن أنت البنكرياس أهو يقولك عايز تشوف جسمك فيه إنسولين ولا لأ بص على سي ببطايد هو السي ببطايد اللي هو الإنسولين فأول وظيفة ليه السي ببطايد قالك ريفليكت بيدل على الريت أوف اندوجينوس إنسولين ريليز على معدل خروج الإنسولين ليه؟ لأن انت لو صنعت إنسولين لازم ولابد تصنع معه السي ببطايد ولكن بشرط الكلام ده المعادلة دي بشرط إن الكليا تبقى سليمة إيش معنى؟ يقولك لأن السي ببطايد ده الميتابوليزم بتاعه عملية الميتابوليزم كلها والتكسير كلها بتحصل في الكليا فلو الكليا دي بايزة لو الكليا دي بايزة هتلاقي السي ببطايد ده راح على الكليا هوق نزل تطلع بر الجسم ما بقاش عندك تعرف تتحكم في المعادلة دي يبقى بشرط الكلية تبقى سليمة لأن الكلية هي اللي بيحصل فيها الميتابوليزم لعمي السي ببطايد يبقى رقم واحد من فوائد السي ببطايد إن هو ريفليكت يا دول على ريت أوف السينسز أوف الإنسولين لو أنت صنعت خمسة إنسولين لازم ولابد أصد منهم خمسة سي ببطايد يبقى إندوجينوس إنسولين يعني إنسولين اللي جوه جسمي ما بيعبرش عن الإنسولين اللي جاي من بره لأن الإنسولين اللي أنت واخده من بره في حقلة ده واخده لوحده ما ليش دعوا بيه رقم اتنين يقولك السيس يعني يقيم الاندوكراين فونكشن وظيفة وظيفة إنتاج الهرمونات بتاعة البانكريات الجرافت يعني لو حد عمل عملية زراعة بنكرياس ولا حاجة فبرضه نفس الفكرة البانكرياس لو واحد زرع بنكرياس لو البانكرياس ده سليم هتلاقي بيطلع إنسولين ويطلع سي ببطايد ماشي يقولك في الحالة دي لازم تكون نسبة السي ببطايد أعلى من الجولوكوز سي ببطايد على الجولوكوز ريشو بتبقى عاليا لازم السي ببطايد يبقى عاليا أو لازم الإنسولين ما هو يبني هو كلمة سي ببطايد هي هي كلمة إنسولين الاثنين نزلين من بطن واحدة الاثنين نزلين مع بعض ماشي الانسولين لازم يبقى عاليا من الجولوكوز علشان إيه يشتغل طيب آخر حاجة يقولك أن السي ببطايد ده هو ماجور انديكيتور دليل كلمة دليل انديكيتور يعني دليل ماجور يعني أساسي أيوا دليل على أيام الدكتور على مرض اسمه انسولينوما ايه انسولينوما ده سرطان البنكرياس شفت بالعربي انسولينوما وجامل اسمه البنكرياس اتهبل وبيطلع انسولين كتير فسميته انسولينوما انسولينوما يعني زيادة في الانسولين ناصل البنكرياس ده لو اتهبل وطلع 500 انسولين لازم يطلع عصاد منهم 500 سي بيبطايد فانت لو لقيت عندك 500 سي بيبطايد ده دليل على وجود 500 انسولين يبقى البانكرياس ده مضروب يبقى البانكرياس ده فيه سرطان اسمه انسولينوما يبقى في حالة الانسولينوما هتلاقي الجسم بيطلع كمية كبيرة من السي بيبطايد يا سلام عن علم وحلوة العلم للي يشرب العلم ويفهم العلم بنا قلت 3 فلوكشان ليه السي بيبطايد سريعا كده معايا عايز في كل واحدة 3 كلمات الاولى هو بيدل على الريت معدل تصنيع الانسولين او معدل خروج الانسولين من بانكرياس ده رقم واحد رقم اثنين الانسولينوما رقم ثلاثة بيقيم البانكرياتيك جرافت تعال نقرأ الكلام ده مع بعض يلا بسم الله رقم واحد ده رقم واحد ده في حالة ان الكلية تبقى سليمة لازم المعادلة ان الكلية تطلع الانسولينوما تبقى سليمة ليه اعمل دكتور؟ لان الكدني هي الميجور اورجان اللي بيكسر السي بيبطايد او بيعمله رقم اثنين بيقيم السيس يعني يقيم البانكرياة الجرافت اللي انت زرعتها وفي الحالة دي بتبقى نسبة السي بيبطايد اعلى من الجلوكوزي يبقى الجرافت دي تماما الانسولينوما يعني مؤشر على مرض الانسولينوما اللي هو سرطان البانكرياس في الحالة دي بتلاقي نسبة السي بيبطايد عالية وكمان طبعا نسبة الانسولين عالية يا ولد اسمه انسولينوما عند اي تيومر بنحط في اخره اوما لو لقيت انسولين واخره اوما يبدأ سرطان بيطلع انسولين كتير عشان تبقى فاهمه طيب خلص على كده السيجنيفيكنس اوف السي بيبطايد طب واحد يقول لي كلمة سيجنيفيكنس يعني يعني اهمية السي بيبطايد حلوة اه نيجي بعد كده للميتابوليزم اوف الانسولين او عملية تكسير الانسولين جوا الجسم اول حاجة عايز اعرفها لك الانسولين ده دهون ولا بروتينات لا بروتينات قلتلي احماض امينية اذا يتحرك في الدم عادل لان هو احماض امينية يتحرك في الدم مش محتاج كارير مش محتاج حد يشيله يبقى اول معلومة ان هو نو بلازما كارير ما بيحتاجش حد يشيله يا سلام فبالتالي بيمشي حر في الدم اهو الانسولين حر حجمه صغير فسهل ان هو يتفلتر في الكليا عايزين نرسم كليا حلوة كده سهل ان هو يتفلتر في الكليا ويطلع برا الجسم بسرعة ليه لان حجمه صغير ماشي الوحده فقالك عمره اقل من ثلاثة الى خمس دقائية بالمنتس طبعا طيب الميتابوليزم بتاع الانسولين ايه الارجن اللي بتكسر انسولين ليفر ماشي كابد كليا ماشي بلاسنتا يبقى ثلاثة ارجن ليفر وكيدني وبلاسنتا طبعا الارجن الاساسي فيهم في اي حاجة هتلاقيه بيقولك الليفر الليفر يقدر يكسر 50% من الانسولين في روند واحده في مره واحد اهو قالك 50% من الانسولين ايه الانسولين لو داخل كده مت انسولين للكبد مره واحد يكسر ال 50% منهم على طول بس ازاي بقى بتكسر يقولك عندي انزيمين اساسيين واحد اسمه انسولين بروتيز قال له اسمه ايه إنسولين بروتياز طب كلمة بروتياز يعني بيكسر البروتين خلي بالك ده موجود في الكابت الانزيم ده موجود مني في الكابت اسمه إنسولين بروتياز ده بيعمل ايه ده بص يا أولاد بكل بساطة بيروح يكسر ما بين الأحماض الأمينية شفت السلسلة اهي ما بين الحمض الأميني رقم 17 عايزين نصغر خط شوية يقول لك مثلا ده الحمض السلسلة بيتا هاي وده الحمض الأميني رقم 17 والحمض الأميني رقم 16 يروح كاسر ما بينهم الرابطة يفصل ده عنده شفت ده كده يبقى في ناحية وده كده يبقى في ناحية كسر أسم السلسلة نصي يبقى اسمه إنسولين بروتياز يعني بيكسر الرابطة اللي ما بين الأحماض الأمينية يبقى ده يقول لك إيه فون دي منلي الميني سبيسيك تيشوز بس منلي الليفر أندي كيدني حتى فيه ناس بتسميه هباتيك أو التاني بيسموه هباتيك بس ده منلي في الليفر خلاص خلاص طيب يقول لك ده يعني يكسر يعني يكسر يعني يكسر الإنسولين ما بين الأحماض الأمينية ما بين الحمض الأميني رقم 16 والحمض الأميني رقم 17 في البيتاتيين آدي تاني على الرسمة آه آدي العم الحمض الأميني رقم 16 ده كده ده كده 16 وده كده 17 يقسم في النص ما بينه. حلوة. ده اسمه. التاني بقى. التاني بقى. الانزيم التاني اسمه ايه? اسمه جلوتاسيون انسولين ترانس ديهايدروجينيز. انسولين او جلوتاسيون انسولين ترانس ديهايدروجينيز. الاسم طويل بصراحة. وخلي بالك لمعلوماتك في ناس يعني عشان لقوا الاسم طويل كده. بدأوا يقول لك لا احنا نسميه انسولينيز. يعني الانزيم اللي بيكسر الانسولين. ماشي يا عم. الانزيم ده موجود منلي في الليفر. ووظيفته الاساسية ان هو يكسر الديسالفايد بوند دي. والديسالفايد بوند دي. قال له. يا دكتور انت توصل ان هو هيفصل السلاسل عن بعضها. اه هيخلي كل سلسلة الوحدة. سلسلة ايه الوحدة? والسلسلة البيتة الوحدة. وبعد كده كل واحدة تتكسر عن طريق البروتيز اللي احنا تكلمنا عنه. اللي هو هيكسر ما بين الاحماض الامنية البروتيزي يكسر. يبقى تاني. ده موجود منلي في الليفر. سموه هيباتيك. يعني يكسر. اللي هي الروابط اللي ما بين السلاسل. يعني السلاسل الفردية. ايه وبيتة اصبحت فردية. يقول لك يتكسر عن طريق الانزيم اللي احنا تكلمنا عنه. قال لي عام عملية تكسير الانسولين. يبقى معياتي يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم. الانسولين حر ولا ماسك محد لا حر. نو بلازمة بروتيزي. امره قصير ولا طويل? امره قصير. لانه حر فبيحرف في الكلية. طيب بعد كده يقول لك ايه? بتكسر فيه? بتكسر في الليفر والكدني والبلاسنتا. من اللي في الليفر. بانزيم ايه? الاولاني اسمه انسولين سبسيفك بروتيز. بيكسر ما بين الاحماد الامنية وخاصة ما بين الاحماد الامنية رقم 16 و 17 في السلسلة بيتة. والتاني اسمه جولوتسيون انسولين ترانس دي هيدروشن. طبعا بيسموه الجولوتسيون ليه? بيسموه جولوتسيون ليه? بص يا اولاد. احنا اتفقنا ان الرابطة دي اسمها اس اس. صح? فهو اللي بيحصل ان هو. انا عايز اعايز افهمك الحتة اللي بتعمك شوية. بيروح للجولوتسيون اللي هو اختصاره جي اس اتش. جي اس اتش. وياخد من كل واحد منهم هيدروجينة. هياخد الهايدروجينة دي. يديها للاس دي. وياخد الهايدروجينة دي. يديها للاس دي. حل? ويروح كسر الرابطة اللي ما بينه. بس يدي كل اس هيدروجينة. فالربطة تتكسر. ده اللي حصل. يبقى عرفت لسه مو الجولوتسيون. انسولين ترانس دي هيدروجينة. لانه بينقل الهايدروجين من الجولوتسيون. يديه للانسولين. طيب. الانسولين ريسبتر. ازاي بقى الانسولين بيشتغل? الانسولين بيشتغل طبعا كهرمون. واتفقنا ان اي هرمون ليه ريسبتر. مش ينفع يشتغل من غير ريسبتر. تركيب الريسبتر بتاع الانسولين. بتكون من اربع وحدات. اربع صبيونت. اول كلمة هقولها لك مش مكتوبة عندك يصفوه بقى انه تيترمر. يعني كلمة تيترمر يعني بتكون من اربع اجزاب. جزء فوق هنا اسمه الفا. وصد منه واحد الناحى التانية اسمه الفا. اهو بره. بره الخلية. ده كده الخلية اهي. واخد بالك من حاجة. ده كده بره الخلية. ده وظيفته ان هو يمسك مع الانسولين. الانسولين يجي يوعد هنا فيه في الحتة دي كده. وجزء اسمه بيتا. وجزء اسمه بيتا. حد يواخد بالبقى من حاجة. ان البيتا ماشي في السيل ممبرين. ونازل للسيتو بلاس متاحت. في جزء منه في السيل ممبرين وجزء في السيتو بلاس متاحت. يبقى انا عندي اهو. الكيميستري قالك تركيبه الكيميائي جلايكو بروتين. بروتين سكري. واحنا قلنا من الاول كلهم بروتينات يمسك مع سكر. يعني جوه منه سكر وبروتين. الاستراكشر اتنين ايدنتيكال الفا تشين. ودول بيموا اكسترا سيلولار بره الخلية بيمسكوا مع الانسولين. واتنين قالك ايه? يعني ماشيين في الممبرين. خلي بالك من الكلمة دي. يعني كلمة يعني ماشيين في الممبرين. في السيل ممبرين. بيتا اخر حاجة دي. مسكة مع بعضها. هنا كده بروابط اسمها دايسالفايد بريتج برضو. مش هنخسر بعض. البيتا سب يونت لينكت توجيزر دايسالفايد بوند. الروابط اسمها دايسالفايد بوند. اي حاجة في الانسولين هي دايسالفايد بوند. وروا دماغك. ازاي بقى الانسولين بيشتغل عم الدكتور. انت عرفتين على الريسبتور. تعال عرفك على الريسبتور كامل المرة. اهو. اهو. يلا. الريسبتور اهو. في جزء بره. الحتة اللي بره دي. اهي. دي كده. اسميها ايه دكتور اللي بره الخالية. اسميها الفا هنا. والحتة. والحتة اللي 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 نزل دي. اهي. شوفت? واخد ونازلة تحت للسيتو بلازماية. ونفس الرسمة عنك. اسمح البيتاسابيونت واد البيتاسابيونت. يبقى اثنين الفا بره. واثنين بيتاسابيونت نازلين لتحت. حتة يواخد بالو من حاجة ان البيتاسابيونت مخبية في كرشاهها جوه اهو. انزيم. هذا الانزيم اسمه تيروزين. اسمه ايه? تيروزين نعم. كاينيز. وكلمة كاينيز في البايو معناها بيضيف فوسفاد. قاعد. كلمة كاينيز في البايو معناها بيضيف فوسفاد. اسحى. بتعاستوا ليه? بص بقى يا دكتور. يقول لك احنا هنحكي قصة ورواية مع بعض. بسم الله. الانسولين هيجي يمسك في الريسيبتور في الالفا صبيونت هنا. قعد. اول لما الانسولين يمسك في الالفا. الاشارة هتتنيل لبيتا. هتقول لها ده الانسولين قعد. يروح البيتاسابيونت دي مشغل الانزيم اللي اسمه تيروزين كاينيز. تيروزين كاينيز ده يشتغل. حلو او. شغل يعمل تيروزين كاينيز ده. يعمل دي بعد تيروزين كاينيز ده لما يشتغل. بيضيف فوسفاد. يضيفها لنفسه. يحط على البيتاسابيونت فوسفاد. هيحط على البيتاسابيونت حطاها على نفسه من برة فيسموا لعملية دي autophosphorylation فسفرة ذاتية إضافة فوسفات ذاتي حطته لنفسها وبعدين وبعدين نبدأ أن نضيف الفوسفات ده لمركب اسمه IRS insulin receptor substrate ننشطه بس كده يبقى أنا كده شغلت الإنسولين والإي ر اس ده هو اللي هيعمل كل وظائف الإنسولين إزا عمل دكتور؟ بص يا سيد يقول لك الإر اس ده منه نوعين إر اس ون وإر اس تو إر اس ون ده البطيق الإسلو وأكيد إر اس تو ده رابد شغل بسرعة إصحبها معايا كده؟ يلا ده البطيق ليه؟ لأنه بيعمل عمليات نمو ودي حاجة بتاخد وقت شوي أول حاجة بنشط إنزيم اسمه ماب ماب قينيز وده بينشط تصنيع الدين وإنت لو زودت تصنيع الدين خلاها هتنمو هتتقسر وتنمو بس يبقى إر اس ون ده بنشط إنزيم اسمه ماب قينيز وبنشط الدين نيسنسز فعشان كده بيزود نمو الخلايا والكلام ده بياخد وقت فسر منها إلس لهم؟ طيب إر اس تو الرابد يقول لك بيبقى ماسك فيه هنا كده وحدة إنزيم تاني اسمه إيه إنزيم التاني؟ اسمه بي إي سري كاينيز يا علش يا دكتور قولي اختصاره يلا يا عم معايا كده عشان إيه؟ تبقى أنت عارف كل حاجة اختصار فوسفاتي ضايل إينو زيتول تلاتة كاينيز حد يواخد دونه من حاجة إن هو بتكون من جزء إيه؟ هدي جزء والتاني الجزء اللي فوق ماسك في والجزء اللي تحت ماسك في إنزيم اسمه بي سبعين كاينيز بروتين سبعين كاينيز يبقى تاني أول لما الار اس تو ده يشتغل ويتحط عليه فوسفاتي هينشط البي اي سري كاينيز يوم البي اي سري كاينيز ينشط إنزيم اسمه بي سبعين كاينيز البي سبعين كاينيز ده بيعمل بقى الشغل السريع بتاع الإنسولين إيه هو الشغل الإنسولين السريع ده؟ شغل الإنسولين السريع إن السكر بيبقى علي هنا في الدم السكر الجلوكوز بيبقى علي هنا في الدم أنا عايز أدخله جوه الخلية بسرعة ما هو دي وظيفة الإنسولين إن هو يدخل الجلوكوز بسرعة للخلايا وطيل السكر اللي في الدم ده فأول حاجة يعملها إيه؟ نروح مزود لتصنيع الكارير اللي اسمه جلوكوز ترانسبورتر رقم أربعة عد الكارير أهو يشيل الكارير ده الجلوكوز يدخله جوه يبقى الكارير ده اسمه إيه؟ اسمه جلوكوز جي الليو يعني جلوكوز تي يعني ترانسبورتر رقم أربعة ده الوحيد اللي بيشتغل تحت تأثير الإنسولين يبقى رقم واحد زود لتصنيع الكارير اللي اسمه جلوكوز ترانسبورت الرقم 4 وبعد كده وبعد كده يقول لك تعال انكسر الجلوكوز ده فيشغل انزيم اسمه جلوكوكاينيز يشغل انزيم اسمه جلوكوكاينيز عشان يحول الجلوكوز الى مركب اسمه جلوكوز 6 فوسفات يتحبس جوه الخلية هنا ما يطلعش برة تاني قبلا يبقى عرفت اللي حصل البيسابين قاينيز رقم واحد نشط لي او زود لي خروج الجلوكوز ترانسبورت الرقم 4 اللي هيدخل الجلوكوز جوه الخلية دخل الجلوكوز جوه الخلية احبسه 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 ازاي نشط انزيم اسمه جلوكوكاينيز هيحوله لجلوكوز 6 فوسفات وده بيتحبس برة جوه الخلية ما بيطلعش ايش معنى بيتحبس لان الجلوكوز 6 فوسفات ده ده كاترة عليه شحنة سالبة وهذا السن من برين عليه شحنة سالبة فبيحصل تنافر ما بينهم هما الاتنين ما يقدروش يقربوا من بعض يفضل نحبوس جوه ادك التفاصيل الحاجة التالتة طب يا دكتور انا لو عندي الجلوكوز لسه زايد كتير يقول لك خدو الجلوكوز ده خدو الجلوكوز ده رصه بص اهو صنع به مركب اسمه جلايكوجين خزنه على هيئة مركب اسمه جلايكوجين والكلام ده بيتم بانزيم اسمه جلايكوجين سينسيز وهذا الانزيم علشان يبقى اكتف حر لازم بيبقى معه فوسفات لازم تنزع منه الفوسفات والانسولين هو اللي بيشيل منه الفوسفات ده يبقى هنشط جلايكوجين سينسيز عرفتها لك وهنشط 朋友 عرفتها لك بس لازم تقول لك جلايكوجين سينسيز ازاي تشيل منه الفوسفاتة يا دكتور يسميها دي فوسفو ريليشن بنزع الفوسفات حلوة اخر حاجة يبقى هو نشط ثلاث حاجات زود الغلوتفور زود الغلوكوكاينيز زود الغلايكوشن سنسيز شل منه الفوسفاتة فخليه اكتف قال لي صنع الغلايكوشن اخر حاجة في انزيم اسمه بيبسي كي وقفه لان الانزيم ده بيعمل على زيادة السكر في الدم قال له خد يا عام رايح في ايه احنا عايزين نقللوت وما انت ترفعه هش اقعد اعمل انهيبيشن في بيبسي كيه اللي هو اختصار لانزيم طويل كده اسمه فوسفو اينول بايروبيت كاربوكسي كاينيز عادي دلوقتي يبقى انا دلوقتي عرفتك ازاي الانسولين بيشتغل ونازم اقرأ معاك الكلام ده في الديوجرام الحلو اللي انا عمله لك هنا ده اول حاجة عام الدكتور يقول لك الانسولين بيمسك في الالفا سابيونت فينشط انزيم اسمه تايروزين كاينيز اللي موجود في البيتا يعمل حاجة اسمها اوتوفوسفوريليشن يضيف فوسفاتة على نفسه على البيتا سابيونت في التايروزين بيضيفها جوه في حمضة امين اسمه تايروزين عشان كلا سموه تايروزين كاينيز فينشط حاجة اسمها اي ار اس انسولين ريسبتول ده بنشط انزيم اسمه ماب كاينيز اختصر الحاجة اسمها ميتوجين اكتيفيت البروتين كاينيز وده بيزود دي نيسنس وبالتالي هيزود السيل كروس ال اي ار اس تو بعد كده ده رابط اكشن بيمسك في فوسفاتة ضايل اينوزوتوليس ري كاينيز اللي بيمسك بعد كده في البروتين بيه سابعين كاينيز بيزود خروج الجلوكوز من جلجي عبريتوس فيزود جلوتفور بيزود تصنيع بيزود الجلايكوجين بيخلي دي فوسفوريليشن وبعد كده بيزود الجلوكوكاينيز ويينهيبت البيبسيكي انهيبت البيبسيكي انهيبت البيبسيكي اهو انهيبت البيبسيكي يقول له اعد انت بتزود السكر اعد ده الميكانيزم اوف الانسولين اكشن طيب ناخد ملحوظة صغيرة كده يقول لك الفوسفاتة دي اينيزوتولي سري كاينيز البي اي سري كاينيز كام بيتكون من كم ساب يونت؟ من اتنين ساب يونت اهم اهم الرسمة اه راح فين اهو ادي واحدة والد تاني ادي ساب يونت والد تاني اللي يفوق مسكة مع الاي ار اسي تو واللي تحت مسكة مع البي سابعين كاينيز هو ده الكلام اللي هيقوله في النوت دي يتكون من معلومة أخيرة يقول لك إذا زاد مستوى الإنسولين هنا في الدم إذا زاد مستوى الإنسولين إذا زاد مستوى الإنسولين عندك هنا في الدم حل بيحصل حاجة اسمها يعني الريسبتور هنا عدله بيقل الريسبتور بتاع الإنسولين شوف بقى واحد الخلال ما بتصنعش ريسبتور كتير يحصل فالإنسولين ده ولكنه لي لازمة يبقى حصل حاجة اسمها دون للريسبتور ده لو زاد الإنسولين شوفت طب لو قل الإنسولين عندك إنسولين طبيعي واحد اثنين ثلاثة لا الخلال دي تصنع إنسولين ويبقى الإنسولين ده تصنع ريسبتور والريسبتور ده سنستف للإنسولين والدنيا تمام عندك ريسبتور كتير يحصل حاجة اسمها up regulation للريسبتور يبقى كلمتين عكس بعضهم لو الإنسولين زاد يحصل down regulation زيادة الإنسولين يؤدي إلى نقص في عدد الريسبتور وده يسموه down regulation أو نقص في السنسيفيتي بتاعت الريسبتور عشان أكون دقيق العكس لو الإنسولين قال لا يزداد عدد الريسبتور ويسمو هذا الموضوع up regulation طيب عم الدكتور ييجي بعد كده سمعت عن حاجة اسمها up obesity up obesity يعني السنة لو حد تخيل أو type 2 diabetes مارد السكر type 2 الناس دي بيبقى عندها كمية كبيرة من الإنسولين والدلوكوز فبيبقى عندهم ريسبتور مششغال أو عدد أولية قال لك الموضوع ده حله بسيط وبيتزبط بالأكل كلمة وحرى بس قال لك الناس دي recover بتتعافة ده عن طريق حاجة اسمها dieting يعني كلمة dieting تزبيط الأكل كلمة dieting يعني تزبيط الأكل يقلل السكر الموجود فيه الأكل آخر حاجة ال beneficial effect of insulin زي الانسولين بيشتغل الانسولين هدفه الأساسي هكتبه وتكتبه معي ان هو يقلل السكر في الدم ده الهدف الأساسي يقلل السكر في الدم فبينشط شوية حاجات ويوقف شوية حاجات ينشطي بقى بيعمل activation اول حاجة بينشط بصوي اسمه glycolosis تكسير الجلوكوس glycolosis يعني تكسير الجلوكوس طب انا لما كسر الجلوكوس هيقل السكر في الدم رقم اتنين بينشط حاجة اسمها glycogenesis تصنيع الجلوكوس بياخد الجلوكوس الزايد عندك في الدم ويروسه ويرتبه كده بالمنظر ده ويحطه في الكبد قلف الدم بس بيخزنه ويعينه في الدلاب الدلاب اللي هو الكبد بس او ياخد الجلوكوس ويمشيه في طريق اسمه هيكسوز مونوفوسفاد بسويل يعني يعني ياخد الجلوكوس ويحوله لسكر اسمه رايبوس قال لا طب ما الجلوكوس كده نسبته هتقل ده اسمه هيكسوز مونوفوسفاد بسويل يبقى كم حاجة لحد دلوقتي تلات حاجات بيقلب بيوم السكر في الدم بيكسروا اسمها glycolosis انت معايا تكسير ما هو كلمة لايزس يعني تكسير جلايكو اللي هو الكربوهيدريت يصنع بيه جلايكوجين اهو خلاص حطه في الكبد خزينه في الكبد فبقاش في سكر في الدم فسمعها جلايكو جينيزس جينيزس يعني تصنيع وهكسوز مونوفوسفاد شانت هم بي او همس بياخدوا الجلوكوس يحولوا الريبوس فييقل الجلوكوس او ياخدوا الجلوكوس ويحولوا لدهون ياخدوا الجلوكوس ويحولوا الى دهون فيسموها ليبو جينيزس ياخدوا الجلوكوس ويحولوا لكولستير ياخدوا الجلوكوس ويحولوا لبروتين ده كله هيقلل الجلوكوس في الدم عمال تلعب بالجلوكوس بتقلله في الدم وده الهدف الاساسي من الانسولين يبقى شغل احفظوا معناوين الاول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على رسول الله اول حاجة شغل شغل طيب انزيمات مع بعض كده سريعا واحد اسمه واحد اسمه واحد اسمه واحد اسمه واحد اسمه يبقى كم قينيز تلاتة طبعا ده ارخم ما في حصة النهاردة بس الانزيمات دي مش هتحفظ معك من مرة واحدة لازم انت بذاكر البيو كل مرة تحفظ مربع منه مرة ده هتحفظ الجلايكوليسس بكرة تحفظ الجلايكوجينيسس بس الجلايكوجينيسس سهلة تصنيع طب الهيكسوز مونوفوسفات لا انزيم اسمه جي سك سي بي دي سهل جلوكوز ستة فوسفات دي هيدروجينيس سهل طب اللايبوجينيسس انزيم اسمه اي سي سي اسطاية كو اي كاربوكسيليس او جليسروكاينيس طب تصنيع الكوليستيرول انزيم اسمه هامد كو ايرو داكتيس طب تصنيع البروتين اريني بوليمريز والريبوزوبس معلش رخمة شوية بس انت كل مرة تيجي تذاكر فيها البايو خد جدول منهم خد حتى مربع منهم مش هقولها لك تاني جلوكوكاينيس فوسفو فراكتوكاينيس وبايروفيت كاينيس وما تنساش لترانسالوكيس ده انزيمات بقى جلايكوجينيسس جلايكوجينسينزيس الهيكسوز مونوفوسفات بجي سي سي بي دي لايبوجينيسس اي سي وجليسورو كاينيس كولستيرول سنسيس هامد كوريداكتيس البروتين بالعرن نيبول يمريز والريبوزوم يبقى هو بشغل حاجات دي كلها ويوقف بقى القاتل بيعمل انهيبشا لحاجة اسمها جلوكونيو جنيزيس يعني كلمة جلوكونيو جنيزيس تصنيع جلوكوز جديد اصلي يابنى كلمة جنيزيس يعني تصنيع ونيو يعني جديد وجلوكوز يعني جلوكوز تصنيع جلوكوز جديد وقفوا يابنى عايزة اقلل السكر في الدم اذا اعمل انهيبشا عن جلوكونيو جنيزيس وقفت تكسير الجلايكوجن يعني ايه يعني الكابت لو عايز يكسر الجلايكوجن ده الى وحدات جلوكوز كده يقول له لا 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 رحبا يعني انهيبشا على تكسير الجلايكوجن طيب طب تكسير الدهون لا ما تكسرش ما تكسرش دهو الدهون بتتكسر بانزيم اسمه هرمون سينسيتف لايبيس اختصاره حصل طب والبروتين كاتابوليز لا ما تكسرش ما تكسرش بانزيمات انزيمات المسؤولة عن تكسير بروتين واحد اسمه ترانس امينيز والتاني اسمه على بعضه ارنيزين ترانس كارباميليز او اختصاره او تي سي طيب اسمها الانزيمات اللي فوق اسمها الجلوكونيو جنيزيس انزيم اسمه بايروفيت كاربوكسيليز وبيبسي كيه وفركتوز واحد وستة باي فوسفاتيز والجلوكوز ستة فوسفاتيز يلا هوي بس خلي بالك ايز فوسفاتيز فوسفاتيز فركتوز واحد وستة باي فوسفاتيز وجلوكوز ستة فوسفاتيز الحاجات دي كلها هتيجي معاك ما تقلقش اكسم بالله طيب الانزيم المسؤولة عن تكسير الجلايكوجين اسمه جلايكوجين فوسفوروليز ده يعني ارخم ما في حصة ده النهاردة انا عارف وده مش بسبب حاجة لا بسبب ان هي اسماء انزيمات اسماء انزيمات صماء يعني لما تخدها كلها مرة على بعضها كده صعبة انت خد المراد الجلايكولوز بكرة خد الجلايكوجينيز وهكذا مشيهم واحد واحد كده وتلاقي الدنيا سهلة ونزيزة وربنا يعنكم ويوفاكم اده كدرتنا